جهود غير مسبوقة قامت بها مصر بجميع القطاعات تلسيما بقطاع الموارد المائية والرأي وجاء عام 2023 متوجا لتلك الجهود التي حققت نتائج ملموسة ترجبتها الأرقام لضمان الأمن المائي للدولة المزيد يطلعن عليه الزميل محمد عبدالله أهلا بكم جهود التنمية التي بذلت في قطاع الموارد المائية والرأي في عام 2023 جاءت لتساهم في تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدمة مجرى نهر النيل حظي باختمام كبير ضمن مشروعات الرأي حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 8390 منشأة صنعية على المجال المائية والأساسية والفرعية النهرة كذلك دار استكمال طرعة الشيخ زايد بدنوب الوادي تشكى والانتهاء من تنفيذ مصار الطرعة الفرعية رقم 4 بالمنطقة بطول 9 كيلومترات بإجمالية تكلفة بلغت مليار و700 مليون جنيها بمجرى نهر النيل أعمال وزارة الموارد المائية والري تنوعت بين العديد من المجالات من بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الطرعة تم الانتهاء من تأهيل طرع بأطوال بلغت 7200 كيلومترا وجار تأهيل 4600 كيلومترا أخرى أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة منها عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحسم مشاكل نقص المياه بنهاية الطرعة مشروعات الموارد المائية والري شملتها مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون متر مكعب في اليوم جاء ذلك عبر العديد من المحطات مثل محطة معالجة مياه مصر بحر البقر والمحسمة ومحطة الحمام كذلك جار تطير 22 ألف كيلومترا من المصارف والتكريك بكميات الحفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا من ضمن المشروعات أيضا أعمال حماية للشواطئ بأطوال بلغت 144 كيلومترا وتنفيذ 1470 نقطة للحماية من أخطار السيول إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان كذلك تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ الإسكندرية بأطوال بلغت 90 كيلومترا بالإضافة إلى مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال ديل تنيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منصوب سطح البحر جهود قطاع الموارد المئية والريء تأتي في إطار سياسة عامة للدولة باتخاذ الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات المتعددة على كافة المستويات